السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يلا بينا نعمل وصفة حلوة جدا واقتصادية وكمان مش مكلفة تماما بس بجد نتيجة طعمها هيلة تعالوا نشوف هنعملها ازاي اول حاجة هي طبعا اجناحة الدجاج هنعملها بطريقة مختلفة كده وعايز اقول لكم كوناتها مفيش ابسط من كده مش هنحط فيها مكونات كتير بس النتيجة بجد مش هتصدقوها تعالوا نشوف هنعملها زاي بس قبل ما بتدي الفيديو لو لسه مشتركتوش في القناة اتمنى تشتركوا معايا ومتنسوش تفعلوا الجرس تقولوا الفيديو عجبكو ياريت بقى من ضيعش تعبنا كده ونعمل لايك يلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين في البداية كده طبعا عشان تبقى الوصفة بتاعتك تطلع معاك مظبوطة اهم حاجة ان انت طبعا تخسلي اي حاجة بتستخدمها كويس جدا يعني الفراخ ممكن نستخدم طبعا الفراخ وممكن تستخدموا ورايكم الوصفة دي ممكن تستخدموا فيها اي حاجة جبت بقى الاجنحة وغسلتها كويس جدا طبعا بنحطها في محلول النقعة بتاعها وهو الملح والخل ولمون وسكر والزيق وتسيبوها كده لمدة ما تقلش عن ساعة كده في المحلول ده بالمية وتسيبوه بقى وبعد كده تبتدوا بقى تخسلوها وتشطفها كويس جدا مش هيبقى فيها ريحة اي زفورة تماما ده اعملوا كده في اي نوع من انواع الطيور اللي بتستخدموها وبعد كده جبت بقى كمية بصل يعني كمية بصل حلوة كده 3-4 بصلات حلوين وابتدت ان انا قطعها مش هرايح بالشكل ده هو ده المكون الاساسي والسر في الوصفة دي هو البصل مش هنحط اي حاجة تانية مع شوية توابل بسيطة كده هي طبعا فلفل اسود وبعدين عندي بقى نص معلقة من التوم البودر لان انا مش هحطة فيها توم وبعد نسر بقى الوصفة دي في معلقة كبيرة كده من السماء وبعدين مش هننسى الملح بقى نص معلقة كده من او معلقة من الملح وبعدين معلقة كبيرة من ديبس الرمان وبعدين نص معلقة من الكزبرة النشفة وبعدين زي ما قلت لكم معلقة كبيرة من الديبس الرمان برضو سر في الوصفة دي ديبس الرمان والسماء الاتنين دول متستغنوش عنهم في الوصفة دي بيديها طعم ونكهة حلو جدا ومش هننسى بقى يعني معلقة برضو من الزيت وبعدين نقلب الكلام ده كله كويس جدا اهم حاجة ان احنا ندعك البصل كويس قوي او نفرق البصل مع الحاجات دي كويس جدا مع نص لامونة كده عشان ما نحسش بقى اي طبعا بصل ما يبقاش ليه ريحة فحنحط بس نص لامونة كده صغنطوطة كده وبعدين نبتدي نقلب كلام ده كله كويس جدا ريحته بقى حلوة قوي يعني هي توابل بسيطة قوي بس بجد بتفرق قوي وبتقلب طعم الوصفة بعد ما عملت كده بقى هجيب بقى اجزاء الفراخ اللي عندي او الحاجة اللي انتوا هتستخدموها وبتدي ان انا هحطها بقى في البصل ده لازم نستيبها في البصل ده شوية يعني لمدة كده متقلش عن ساعتين تلاتة كده في التلاجة وبعد كده بقى هنحط المعلقة من الصلصة وممكن معلقة الصلصة دي تستغنوا عنها مع البصل هنحطها زي بترقة تانية دلوقتي على الفراخ بس اهم حاجة ان احنا يعني ايه زي ما نقول عشان اديها برضو لون لو ممكن ما نحطهاش مفيش اي مشكلة نقلبها مع البصل بقى كويس وبعد كده نزلنا بقى بقطع الدجاج اللي عندي او الاجناحة بتاعتي وبعدين هحط بقى عليها البصل يعني حاول ان انا كده غطيها بالبصل شوية زي ما نقول كده ايه ننقعها في البصل كده عارفين اللي هو بقى عشان يتغلغل كده وتاخد طعم البصل والتوابل دي هيديها طعم حلو قوي ونسيبها بقى في التلاجة وبعد ما غطيتها بقى وسبتها في التلاجة شوية بالشكل ده كده سبتها بقى في التلاجة لحد ما بقى تاخد ايه الطعم التوابل دي وبعد كده في خطوة مهمة جدا بقى لازم نعملها قبل ما ندخلها الفرن وهي بقى بجيب كده بولة كده وحط فيها معلقة من الصلصة عشان طبعا نحمر بيها الفراغ بتاعتي معلقة كبيرة كده من الصلصة وبعدين هنحط عليها شوية اضافات بسيطة قوي وهي نفس الاضافات اللي احنا استخدمناها مع البصل هنجيب بقى طبعا نص معلقة من الملح لان احنا مش متبلين ملح قوي في البصل لو انتم زودين ملح في البصل يبقى مش هنحتاج هنا نحط شوية ملح وبعد كده طبعا نحط فلفل اسود وبعدين معلقة من ديبس الرومان برضو بيديها مزايزة الطعام حلو قوي يعني لو ما عندكش ديبس الرومان ممكن نحط عصير لمون ومعها معلقة كبيرة من العسل الاسود لو ما عندكش ديبس الرومان وبعد كده عندي معلقة من الزيت هنقلب كل الكلام ده مع بعض والسر برضو فيها ان احنا هنحط معلقة صغيرة من الزعتر النشف بيديها برضو طعم حلو جدا ممكن تستغنوا عنه وفيش اي مشكلة وبعدين نقلب بقى الكلام ده كله مع بعض كويس قوي مع معلقة الزعتر اللي احنا هنحطها وكده بقيت الصلصة بتاعتي او الكوفر اللي هنحط بيه نقلب فيه الفراخ من بره كده هو ده بقى جاهز وبعدين جبت بقى الاجناحة بتاعتي بعد ما رصتها كويس كده وخليتها بقى على الوش وخليت البصل تحت عشان البصل ما يتحرقش معايا انا بس كنت عايزة بس يتبّلها مش اكتر من كده هناخد بقى الصلصة بتاعتي دي وندهن بيها الوش كده بتاع الفراخ عشان لما تنزل بقى تحت الشواية تاخد اللون الجميل اللي انتشوفته في اول فيديو كده بقى اهم حاجة بس نغلفها كويس قوي بالطراء دي وبعدين انا مشغلة الفرن بنشغل الفرن يعني على اعلى درجة حرارة طبعا الفراخ مش بتاخد الاجناح مش بتاخد تسوية تماما بنشغل الفرن عالي جدا وبعدين بنشغل طبعا الشواية معاها ما فيش اي مشكلة بتاخد لون برضو معاها يعني ينسبها كده يعني ممكن نشغل بس شوية الاول نص ساعة لحد ما تبتدي تاخد تدخل في مرحلة التسوية حنشغل الشواية يعني خلوا الشواية بعد نص ساعة كده من التسوية كده بقت جهز عندي شايفين هي لستة فيها سويل لو انتو حابين ان انتو نشفوا السويل دي نشوفهم فيش مشكلة بس يعني بحبها كده بقى ممكن نكلها بقى مع رزة او حاجة بيبقى طعم الطعم ده حلو قوي شايفين بقى الاجناحة استوت معايا وما فيش اي مشكلة فيها وطعمها حلوة قوي رحتها قلب البيت بجد جربوا الوصفة وصفة سهلة جدا ومفعاش اي تعقيد وعايز اقولكم ممكن كمان نحط تحتيها بطاطس لو حابين شوفوا بقى اللي انتو عايزين تعملوه عملوه بس هي وصفة بجد هتعجبك قوي وان شاء الله هتدولي متنسوش بقى تشتركوا في القناة متنسوش اللايك لو الفيديو عجبكو وما ننساش طبع النادع لاخواتنا في فلسطين ربنا ينصرهم ويثبت اقدامهم ويداو جرحاهم اللهم امين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته